السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا وسهلا بكم في قناتكم قناة الصحة والمطبخ النهاردة معنا فيديو جديد عن ألم الحوض عند الحامل في الشهر السادس ما هي أسباب ألام الحوض عند الحامل في الشهر السادس إن ألام الحوض عند الحامل في الشهر السادس هي أمر شائع الحدوث فبعد هذه المدة تتمدد الأربطة وتتغير مستويات الهيرمونات وتتحرك الأعضاء لإفساح المجال للرحم المتنامي لكن في بعض الأحيان قد يكون الألم علامة حمراء على أن شيئا أكثر خطورة قد يحدث فما هي أسباب ألام الحوض عند الحامل في الشهر السامن؟ 1- ارتفاق العانى ترتفع مستويات هيرمون الاستروجين والبوريسترون والريلاكسين الذي يساعد الأربطة على التمدد أثناء الولادة فبحسب الدراسات تؤدي الزيادة في هذه الهرمونات إلى أن تصبح أربطة الحوض أكثر استرخاءا ونعومة وتبدأ المفاصل في أن تصبح أكثر قدرة على الحركة وقد يصبح المفصل الموجود أمام الحوض والذي يسمى ارتفاق العانى ممتدا وغير مستقر بشكل خاص مما يؤدي إلى الشعور بألم في منطقة الحوض أثناء الحمل 2- توسع الرحم من 8 إلى 12 أسبوع من الحمل قد تعانين من ألم يشبه التقلصات وتشعرين بأن دولتك الشهرية قادمة طالما لا يوجد نزيف من المحتمل أن يكون الرحم في حالة توسع لأكثر 3- ألام الرباط المستدير مع بدء الثلث الثاني من الحمل قد تبدأين في الشعور بألم في جانبك حيث يتمدد الرباط الذي يمتد من أعلى الرحم إلى أسفل إلى الفغز 4- وزن الطفل قد ينتج ألم الحوض عن وزن الجنين الذي ينمو بسرعة فيضغط على الأعصاب التي تنتد من المهبل إلى الساقين 5- كيسات المبيض تكيوسات المبيض الوظيفية التي تتكون بسبب التغيرات في الطريقة التي يصنع بها المبيضان البويضات شائعة جدا وغير سرطانية وغير ضارة بشكل عام ويمكن أن تنمو بشكل أكبر أثناء الحمل ويمكن أن يسبب الضغط الذي يفرضه رحمك المتنامي على المبايض ألما مستمرا إذا تمزق الكيس فقد يزداد الألم سوءا فجأة 6- مخاض كازد الضغط أو الشد في الحوض الذي يأتي ويذهب يمكن أن يكون تقلصات ولكن إذا كانت متقطعة وغير مؤلمة بشكل عام فمن المرجح أنها تمارس تقلصات تسمى براكستون هيكس بدل من انقباضات المخاضة الحقيقية تميل هذه الانقباضات إلى الحدوث في حوالي 20 أسبوع ويمكن أن تحدث بسبب الجفاف لزحرسي على شرب الكثير من الماء 7- عدوى المسالك البولية تصاب ما يصل إلى 10% من الأمهات الحوامل بعدوى المسالك البولية في مرحلة ما أثناء الحمل تشمل الأعراض النموذجية الرغبة المفاجأة في التبول والألم أو الحركة مع التبول والتبول الدموي ولكن بعض المرضى الذين يعانون من التهاب المسالك البولية يعانون أيضا من ألم في البطن والحوض 8- الإمساك يمكن أن يسبب الإمساك وهو أمر الشائع أثناء الحمل بعض الآلام في الحوض أثناء الحمل أو عدم الراحة ثانيا علاج آلام الحوض أثناء الحمل من المهم أن تفعلي كل ما في وسعك للمساعدة في توفير الراحة عندما تعانين من آلام الحوض فيما يلي بعض الطرق الموصة بها والتي يمكنك من خلالها منع أو تقليل آلام الحوض وعدم الراحة تمرني في الماء نظرا لأنك تواجهين مزيدا من الضغط على مفاصلك أثناء الحمل فإن طفو الماء لا يسمح لك فقط بالشعور بنعدام الوزن بل يمنع الإصابات أثناء الحمل لكن يجب عليك أولا أن تستشير الطبيبة المتابعة للحال اثنين ماريس الرياضة تعتبر التمرين الهوائية المائية والسباحة خيارين رائعين للأمهات المنتظرات التي يرغبنا في الحفاظ على اللياقة لكن بالطبع يجب أولا وقبل القيام بأي تمرين أن تستشير الطبيبة المتابعة للحالة استخدمي الإعلاج الطبيعي للحوض لتقوية عضلات قاع الحوض والمعدة والظهر والورك استخدمي معدات مثل حزام دعم الحوض أو العكازات إذا لزم الأمر استريحي عندما يكون ذلك ممكنا وارتدي أحزية مسطحة داعمة وضعي كيس من السلج على مفاصل الحوض لتقليل الالتهاب ويجب عليك التحدث مع الطبيبة بخصوص هذه النصائح في نهاية الفيديو ننوه أن المعلومات المذكورة في هذا الفيديو لا تغني أبدا عن زيارة الطبيب وللمزيد من المعلومات حول هذا الموضوع يمكنكم الرجوع إلى مصدر هذه المعلومات في وصف الفيديو في نهاية الفيديو لو أعجبكم ياريت تدعمونا بلايك وكومنت وتشاركوا الفيديو مع أصدقائكم وتشتركوا معنا في القناة وتنتظروا مننا كل جديد في قناتكم قناة الصحة والمطبخ ترجمة نانسي قنقر